هل موضوع الطلاق أن واحدة تبقى على زمة جزها أو ما تبقاش على زمة جزها ده يرجع إلى تقدير الأشخاص يعني تقدير العلماء يعني ما هو الشرع المفروض أن أنا عارف أن العلاقة الزوجية دي علاقة علاقة شرعية اللي أوجدها هو الشرع الحنيف واللي فكها هو الشرع الحنيف تقدير المسألة دي يخضع لمزاج عالم أو تقدير عالم شوف الكلام الكبير بتاعك ده هو اللي ضيع الناس تفضل كلامك الكبير ده العلاقة بين الزوجين علاقة شرع والانفكاك منها انفكاك شرع والشرع هو الذي يتكلم الشرع مين يتكلم يا شيخ خالد ده اللي بيكلم فضلتك وغيرك من الأهل الذكر اللي بيكلم مشايخ اللي بيكلم فقهاء وسيدنا النبي حذرنا أن احنا نتكلم باسم ربنا وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزيلهم على حكم الله فلا تنزيلهم على حكم الله ولكن أنزيلهم على حكمك أي أنت فإنك لا تدري أتصيبوا حكم الله يفهم أم لا كل فقه بيقول أنا أرى الطلاق واقع تاني يقول لا أنا أرى الطلاق لا يقع والناس في العامة بيتبعوا رؤية هذا أو رؤية هذا فلهذا أنا بجرأ الناس وبقول لهم إذا كانت ده رؤية شيخ ودي رؤية شيخ ما فيش شيخ أعصم من شيخ فاخد الرؤية اللي هي تتناسب مع مصلاحك مع مظروفك لأن في جميع الأحوال ده رؤية بني آدم غير معصوم ودي رؤية بني آدم غير معصوم كل رؤية منهما صواب تحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصواب في الحالة دي لازم يقتنع ولا يتابع من غير اقتناع هو يرجع استفت قلبك استفت قلبك دي يعني يقتنع في جميع الأحوال محتاجين في جميع الأحوال محتاجين كل عابد لله يحرك قلبه صحيح الخطاب الديني النهاردة عايز يخلي الناس ما تتحرقش قلوبها ويقولوا لهم ناموا و هنفكر لكم و ما تفكروش و ما تشيروش هم و احنا هنديكم الفتوى الأخيرة و نتخلص لكم كل شيء و اسمعونا و اتبعونا دي المصيب و دي اللي من ضمن مشاكل الخطاب الديني اللي موجودة في كتاب مجموعة الفتاوى طب أنا حستنتع معاك فعلا تاني بموضوع الطلاق ده انه موضوع شيق و موضوع مهم لسه كمان في حتة في الطلاق هو قال ايام سيدنا رسول الله كانت الطلاق الثلاث يقع واحدة وايام سيدنا أبو بكر كان يقع واحدة جه في عهد سيدنا عمر زي ما ورث في الحقيقة صحيح صحيح مسلم بيقول ان كان الطلاق على عهد رسول الله ثلاثا يقع واحدة و في عهد أبو بكر و في صدر من خلافة عمر ثم جاء عمر و أجمع الناس و قال اني رأيته الرجال قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا فهلأ أنفذناه عليهم أنا عايز أرصت يعني سيدنا عمر عاوز يشد أرصت وابن للرجال عايز يقول لهم احترموا ستاتكم ما فيش داعي كل شوية طلقهم هطلقوا هفرق بينكم تعقام فالناس وفقت على وجهة نظره فاتبع الناس وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب استمر عمر بن الخطاب انت عارف جيه بعد سنتين ونص من موت سيدنا رسول الله وعلى عشر سنين ابدي تايمية مات سبعمائة وعشرين هجرية يعني حوالي سبعمائة سنة والناس ماشية بالرأي اللي بتاع سيدنا عمر بن الخطاب أنا ملاحظ حاجة ان سيدنا عمر هنا استخدم الفتوى أداة تهذيب وإصلاح ماشي يعني هل يجوز للشيخ انه يفتي فتوى عنيفة أو شديدة كوسيلة تهذيب وإصلاح أنا اعتبرت ان صدقتني بان فتوة الشيخ رؤية واكتهاد بشري أنا نصدق إذن من حقه ياخد راحته يمين وش مال بس أهم حاجة تقول للناس في عامة المصريين كلام المشايخ رؤية فقهية ما هيش رؤية دينية من السماء عالناس لازم تعرف دي حقيقة إن الفتوى ده اكتهاد شخصي اكتهاد شخصي ما هوش شرع مش وحي نازل ما هوش معصوم من السماء وجهة نظر فعشان وجهة نظر طب سياتك تقتنع أو لا تقتنع إذن لازم الكل يحرك مخه فده من ضمن فتوى بيتامية اعتبر اطلاق الثلاث اطلاقة واحدة ده من اطلاقة اطلاق الثلاث